اشتركوا في القناة ايوفي بالتعاون مع البنك الدولي النسخة العاشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الاسلامي في السادس من ديسمبر المقبل وسيشارك في هذا الحدث السنوي الذي يقام تحت رعاية مصرف البحرين المركزي اكثر من 300 من قيادات الصناعة المالية الاسلامية من علماء وفقهاء ورؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين في البنوك المركزية والسلطات الاشرافية من قرابة 35 دولة حول العالم وقد صرح امين عام هيئة ايوفي الدكتور حامد ميرا خلال مؤتمر صحفي بان الهيئة نجحت في اصدار 94 معيارا منذ نشأتها لتشمل المحاسبة والمراجعة واخلاقيات العمل والحوكمة كما تدرس حاليا اصدار عشرة معاييرا جديدة بالريادة والقيادة فيما يتعلق باصدار السقوق السيدي او عادة السقوق الخاصة توفير البيئة التشريعية التنظيمية الملائمة ولذلك الدولة التي كانت لها سبق في اصدار قوانين او تشريعات او تنظيمات فيما تعليق بهذا المجال كان لها اثر في تعزيز اصدار هذه النوع من السقوق يعني على سبيل المثال في البحرين هي دولة لها السبق والريادة في اصدار السقوق والاخصة السيادية ثم كذلك ماليزيا وغيرها من الدول التي لها بصمات حتى الان اصبحنا نارى دول غير اسلامية تصدر السقوق على المستوى السيادي في بورصة البحرين اقفل المؤشر العام بانخفاض وقدره نقطتان واربعة اعشار عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة لهذا اليوم ثلاثة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين الفا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين سهما بقيمة اجمالية قدرها مائتان وتسعون الفا ومائة وعشرون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال اربع وستين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة ما نسبته ثمانون بالمئة من القيمة الاجمالية للاسهم